فيه لعيبة أفاركا كتير قوي وعرب أفاركا بيلعبوا في أوروبا ملامسوش رجلهم ملامستش أميس منتخب بلدهم عشان مش فارق معهم المنتخب بتاع بلدهم أنا كاكا بصنع كارير في العالم فكاكا محمد صلاح صنع الكارير بتاعه وعمل نجومية وبقى أحسن لعب في العالم وهو مع ليفربور بالمناسبة مش مع إنجازاته مع منتخب مصر ورغم كده وخليك هادي وركز معايا احنا وصلنا اتنين نهاية كاسي الأمم الأفريقية مع محمد صلاح وصلنا كاسي العالم بعد غياب سنين طويلة 28 سنة مع محمد صلاح إن شاء الله نسع تقصفات كاسي العالم الحالية مع محمد صلاح محمد صلاح لف في ملعب أفريقيا السيئة واللي مسيئة وما قالش في مرة أصلا مش عايزة لعب في الملعب ده لا يجي لي إصابة ولا حاجة عشان عندي مطش موهمة مع ليفربول محمد صلاح كتابه مخلوعة بعد فاينال شامز ليجه 2018 وراح بالإصابة كاسي العالم ولعب آخر مباراة في كاسي العالم وهو برضو مصاب وسجلها ده فين وبعدين يقول لك ماهو برضو كده الكريم ما هو ماخدش كاس أفريقيا مع منتخب مصر وهو جماعة زي ما هو راجل أقلي النهاردة أنا مبلعبش لعبة فردية بلعب لعبة جماعية ومش عايزة أقلم من زمايل عشان كلهم بكرا إن شاء الله أبطال ويشيلوا المسؤولية ويلعبوا قدام كاب فردي بس تفتكر معايا كده كاسي العالم فاينال كاسي العالم اللي فات إمليانو مارتينيز لو ما كانتش شال الكورة بتاعت كل مواني الهاجمة اللي كانت في الوقت الإضافي ده بتاع مواجم فرنسا لو ما كانتش شالها ببراعة شديدة ببراعة شديدة هل مثلا والأرجنتين ما خدتش كاسي العالم ومسي ما عمدش اللقب اللي ياخدوا مارادونا كاية الناس في الأرجنتين وإن كان الأرجنتين هاجموا مسي كتير بس خلاص مسي ما بقاش أسطورة مسي بقى خاين مسي بقى بقى في النهاية اللي جاب البطولة في الآخر لمسي مش بس المباراة الأخيرة طوال كاسي العالم يعني نجم الفريق الأول أصلا يعني كان إمليانو مارتينيز طب لو إمليانو مارتينيز ما خدتش شالك كم كورة دولك حارس مرمى كان مسي خد كاسي العالم هيفضل مسي لعب عظيم خد كاسي عالم ومخدش كاسي عالم هيفضل صلاح عظيم يا جماعة خد كاسي أمم أفريقيا ومخدش نفسنا طبعاً إنه يساعدنا ونفسنا طول الوقت إنه يقف مع منتخب مصر واسأل وأنا هنا أنا في مرة لما إن شاء الله منتخبنا يرجع بكاسي البطولة وأوعيدكم بدا هنحاول نجيب لعبة منتخب مصر اللي كانوا موجودين في كاسي الأمم الأفريقية أو حتى اللي زام له محمد صلاح على مدار تاريخه مع منتخب مصر اسألوهم أنا وزميل الإعلاميين اسألوهم هو صلاح دوره إيه في معسكر منتخب مصر هيقولولك أنا بسأل أصل اللعيبة إحنا بنخاف منه وبنلتزم جداً في المعسكرات عشان محمد صلاح إحنا بنقلق إن إحنا ملعبش كويس في الملعب عشان محمد صلاح هيكلم معنا بعد المباراة محمد صلاح هو أول واحد بينزل التدريب محمد صلاح هو أول واحد بينان بدري محمد صلاح هو أكتر لعب بيعبأ في المرعب اسألوا بلاش كريم أو أنا ببطل من زمالي لو كريم ما جابش العيبة منتخب بص بطل منهم لما تيجوا تصطيفوا العيبة منتخب مصر لما يرجعوا بكسر البطولة اسألهم على محمد صلاح والتزاموا مع منتخب مصر ما بيجيش نوزها أنا أقول لكم الآخر وبعد كده أروح لمؤتمر محمد صلاح النهاردة في مواقف ودي الخلاصة يعني اشتغل تفكر فيها براحتك يعني في مواقف كتير بعيدة عن قرة القدم كان نفسك محمد صلاح ياخدها ولما حسيت أنه محمد صلاح ما خدهاش بالشكل اللي أنت عايزه اللي أنت عايزه أمش بقولي أنه وكنا غلطان بس اللي أنت كنت عايزه فبدأ يتربى جواك حاجات أنه محمد صلاح مزينا احنا ما بنحبش محمد صلاح محمد صلاح ما عملش اللي احنا كنا نفسينا فيه بس والله العظيم حتى لو عندك حق في ده ده ملوش علاقة أبدا بكرة القدم ملوش علاقة أبدا أنه محمد صلاح قد كتير لمنتخب مصر شوف أنا بقولك كلمتين دول وأنا عارف أنه ممكن أدفع تمانهم جماهريا بس بقولهم الواجه الله اللي أنا شفته بعناية من محمد صلاح واللي سمعته من زميله عن محمد صلاح اللي سمعته من مدربينه عن محمد صلاح الأرقام اللي حققها محمد صلاح مع منتخب مصر ما تخلنيش غصبا عني والله أشك فيه لحظة واحدة بس واحدة والله واحدة من المليون أنه ممكن يكون قاصد أنه يبقى عن منتخب مصر ده رأيه وأرجوكم احترموه زي ما أنا بحترم القراءة جميعا وحتى لو أنت مش عاجبك رأيه فأنت طمعا حر مية في المية حر بس أنا حكيت لك القصة دي عشان تبدأ تحسبها أو تحاول تعيد حسابتها من روغر